هذا المشروب العشبي أو الطبيعي الذي سوف أشاركه معك في فيديو اليوم يعمل على تنظيم عملية التبويض وتنظيم الدورة الشهرية مما يحضر الجسم للحمل وأيضا يسهل حصول الحمل طبيعيا بإذن الله طبعا مكوناته بسيطة جدا جدا وأيضا سهل التحضير فقط لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد في عالم التداوي بالأعشاب والطبي البديل سوف أحتاج إلى عشبتين اثنتين أو إذا توفرت واحدة منهما فقط فهي تفي بالغرض البردقوش والمريمية يعني البردقوش والمريمية خطيران جدا جدا في تنظيم الهرمونات أيضا هذا المشروب هو مفيد لمرض السكري حيث أنه ينزل نسبة السكر في الدم لكن اليوم طبعا نحن نتحدث عن تنظيم الهرمونات وتسهيل الحصول على الحمل بإذن الله إذن سوف أحتاج إلى البردقوش والمريمية القليل منها تقريبا ملعقة صغيرة سوف أضعها في إبريق وأضيف لها القرنفل القرنفل معروف جدا جدا في زيادة الخصوبة عند النساء بشكل أفضل ويزيد من احتمالات الحمل ويساعد في تعزيز التبويض يعني القرنفل رائع جدا كما أنه مقوي جنسي لدى الرجال والنساء سوف أضع فقط تقريبا سبع حباز من القرنفل على ملعقة كبيرة مملوئة من البردقوش والمريمية أو فقط عشبة واحدة منهما أنصح بالبردقوش لأن فوائده فعالة وسريعة جدا سوف أضيف كوب كبير من الماء المغلي طبعا سوف أضعه دقيقتين أو ثلاث دقائق على نارك وكأنك تصنعين الشاي كما أيضا يمكن إضافة القليل من حبوب الشاي سواء الأسود أو الأخضر أو أي توفر لديك طبعا أفضل الشاي الأخضر لما لهم منافع للجسم يمكن تحليته بالسكر أو بالعسل أو شربه بدون تحلية طريقة تناوله سهلة جدا تأخذين كوبين في اليوم كوب صباحا وكوب ليلا قبل النوم وذلك من اليوم الأول من الدورة الشهرية إلى غاية اليوم 16 أو فقط أسبوع بعد الدورة الشهرية يعني آخر يوم من الدورة الشهرية تتناوليه لمدة أسبوع وبإذن الله سوف يفي بالغرض أتمنى لكل من تريد الذرية الصالحة أن يزقها الله وأيضا هذا المشروب كما قلت هو بالنسبة لمرض السكر فهو مفيد جدا وأيضا للفتيات اللواتي يعانين من الطرابات الدورة الشهرية الهرمونات غير منظمة سوف تتنظم لديك الهرمونات وبالتالي سوف تتقلص لديك أعراض الدورة الشهرية آلامها والعديد من المشاكل وسوف يصفي وينظف الرحم هذا ما أحب فيه سوف ينظم الرحم إذن مشروب سهل جدا مكونات بسيطة جدا يجعلها دائما في بيتك واستعمليها مرة فقط في الشهر بهذه الطريقة التي أعطيتك إياها إذن كان هذا الفيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أو تركي أسفل تعليقات سوف أجيب عنه في الحال وإلى اللقاء